كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله رمضان طبعا قرب ولازم نعمل استعداداتنا فهنبدأ بقى نعمل مع بعض الكنافة كده بأنواع مختلف عشان نبقى محضرين نفسينا كده يعني قبل رمضان هعمل النهاردة معاكم الكنافة بالكريمة بطريقة سهلة جدا اقتصادية وموفرة طبعا أضخر بكتير من ان احنا نشتريها من بره بس ما ننشى هننسى يعني بعض التركات كده اللي نازم نعملها سوى اللي تديها طعام ومميز قوي يعني مع بعض الطريقة خطيرة هضمن لكم النجاح من اول مرة اهم حاجة امشوا معايا في كل التفصيلات اللي هنعملها مع بعض سوى وانا واسقة انها هتطلع نجحة ومن اول مرة اول حاجة هنبدأ بالسيرم هنجيب كوبية ونص من المية وكوبيتين من السكر طبعا احنا عارفين ان السيرم بتاع الكنافة لازم يبقى تقيل هنقلب بقى السكر والمية كويس قوي عشان احنا هنقلبهم قبل ما نحطهم على النار واول ما هيتحط على النار مش هنقلب ولا نعمل اي حاجة هنحط السيرم بتاعنا على نار عالية اول ما يغلي هنقوم حاطين عليه عصير ونص اللمونة او معلقة كبيرة من اللمون وبعد كده هنقوم واطين عليه نخليه وسط لغاية ما يوصل للتقل اللي احنا عايزينه وهواريكو بالزبط التقل اللي احنا عايزينه هيبقى الدرجة بتاعتو فين او هيوصل لفين انا مش هقولكو وقت عشان ما تطلق بطبشي يعني مش هقولكو لازم عشر دقايق او تلاتين دقايق لا هقولكو السمك اللي انتو شايفينه بعنيكو بالزبط هو ده اللي انا عايزاه وافضل حاجة ان انا اول ما طفي على السيرم احطه في حاجة بايريكس او ازاز عشان ما يتقلش اكتر من اللي ازب ربع معلقة صغيرة من الفينيليا وتعالي واريكو بقى السمك هعرفه ازاي هجيب طبق يكون جاف هحط عليه نقطة بالزبط من السيرم لو النقطة بتاعتي ما تحركتش وساحت يبقى انا السيرم بتاعي هو ده بالزبط تقولي اللي اعايزاه تعاليه بقى نعمل الكريمة هجيب كريمة لباني باودر من عند المحلات دي منلاقيها عند مستلزمات الحلويات طبعا دي اوفر طريقة للكريمة لباني الكباية عليها كباية من اللبن تمام لو هجيب بقى كريمة لباني عادية من العيلة بيبقى كباية كريمة لباني وكباية لبن هنا نحطيت كباية لبن وكباية لبن للبودر اوكي وثلاث معالق كبار من النشا انا مش هكطر النشا عشان مش عايزينها تبقى تقيلة كده وليها سمك ما بتبقى الظريفة ثلاث معالق سكر ودي على حسب الرغبة بتاعت انا عايزة التسكيرة بتاعت الكريمة تبقى قدقي بس ده مظبوط هقلب بقى كويس قوي لغاية ما يدوب عشان بعدي كده مرفعه على النار برضو هفضل اقلب بس لازم اقلب عشان النشا ما تكلكعش على النار هحطه على النار على النار عالية اول ما لقي الخليط بتاعي ده ابتدى يغلي هخلي النار بتاعتي وسط وافضل اقلب لغاية ما يوصل للسمك اللي انت شايفينه هحط ربع معلقة صغيرة من الفانيليا وبرضو هفضيف حاجة عشان انا ما بحبش الحاجة السخنة ممكن تزوده اكتر تقلب انا لازم هفضيف حاجة برده تمام هفضي كله وهغطي الوش بتاعه كده بالرابع عشان خاطر ما يعمليش بقى طبقة كده على الوش لغاية ما عمل الكنافة بتاعتي واحتاجه تمام هشيله بقى على جنب بصوا بقى قبل ما شيله هوريكوا السمك بتاعه هو ده بالضبط السمك اللي انا عايزة زي البشامال الخفيف نغطي بقى بالراب كويس زي ما قلتلكم عشان ما يعمل لناش طبقة بعد كده هجيب الكنافة انا الكنافة بتاعتي طبعا هنا فروزن ما فيش حاجة فراش فانا هجيبها هي دي وزنها 400 جرام فحطها في صنية 28 لو هعملها نص كيلو هحطها في صنية 30 هقطحها بقى زي ما انت شايفين كده هي طبعا التقطيع بتاعها بيبقى صعب شوية عشان متجمدة بس هي احسن حاجة ان انا قطحها وهي من جمدة عشان لما تدرب في الميكسر تدرب بسهولة وتطلع بقى نعمة خالص انا عايزيها تبقى بودر كده تبقى عاملة زي الكنافة النابلسية يعني بتلاقوها نعمة كده قوية بصوا الحاجات الصغيرة دي بتفرق في الطعم يعني تقطيعت الكنافة الخشنة غريد نعمة كل حاجة لها طعمها بس النعمة دي فعلا مع الكريمة بتبقى خطيرة يعني معلش امشوا بالتفاصيل اللي بقولكوا وصدقوني مش هتندموا بصوا بعد ما دربتها بالنعومة اللي انتوا شايفينها هجيب بولة وحطها فيها ومش هقرب منها لغاية ما تفك بقى خالص من التجميدة اللي كانت فيها بعد ما فكت هجيب ثلاث معالق كبار من جوز الهند المبشور وهحطهم واربع معالق كبار من السكر طبعا السكر في كل مرحلة على حسب الرغبة اربع معالق كبار سكر عادي من السكر بودر والحي تمام؟ ربع معالقة صغيرة من الفانيليا هقلب كل المواد الجفة دي مع بعضها كويس قوي قبل ما حط السمن كباية كبيرة من السمنة المعيارية وبعد كده هسيحها في الطاصة وحطها على الكنافة بتاعتي بعد ما حط السمنة مهم جدا ان انا اقعد بقى ابس في الكنافة او اعجن في الكنافة المهم ايما كان المسمة ان انا اخلي الكنافة تتشرب كويس قوي بالسمنة وبالسكر وبجوز الهند والفانيليا انا عايزاها كده كاني بعيد تصنيع الكنافة من اول وجديد يعني الكنافة تبقى وانتوا بتاكلوها انتوا حاستين بتاعنوا الحاجات دي كلها كأن هي الكنافة متصنعة كده بصوا العجن في المرحلة دي بيفرق جدا 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 يعني فاتوصوا بيها مثلا حوالي دي 2-3 دقايق يعني ما تزهقوش بصوا الحاجات الصغيرة دي صدقوني في الاخر بتفرق في الطعم السمنة محدش يقولي انها كتيرة لازم السمنة في الكنافة حاجة مهمة قوي انا عارفة ان احنا دلوقتي كلنا بنمر بظروف اقتصادية مش احسن حاجة بس انا رأيي ممكن نعمل الكنافة مرة في الاسبوع مرة كل عشر تيام في رمضان بس نعملها صح احسن ما عودة اقول لكم اعملوها اقتصادية قوي ونوفر وكده وفي الاخر تطلع مش احسن حاجة يعني ناكلها مرة حلوة ننبسط احسن ما ناكلها كتير وتبقى يكلام فمن فضلكم اتوصوا بالسمنة وما تقلوش فيها اعجنوا بقى كويس الكنافة دي مع بعضها وبعد ما تتأكدوا ان كل الكنافة اتغلفت بالسمنة بقى اللي احنا حطناها هنجيب صانية من الالمونيا هندهينا كويس قوي بالسمن وهنتوصى بالسمن خلاص احنا اتفقنا هنتوصى بالسمن كويس هجيب نص الكمية بتاعت الكنافة وهحطها في الصانية بتاعتي هفردها وهتلاقوها بتتفرد بقى المنتهى السهولة يعني هي اشبه بالعجنة دلوقتي وهفردها كاني بعمل تارت انا عايزة الجناب بتاعت الصانية تبقى دير ما يدور حوالينها كنافة عشان لما هحط الكريمة انا مش عايزها تتحرق مني يعني بعد كده برضو هعمل بصانية هضغط كده عشان خاطر برضو اتأكد انها كلها سوى واحد وانها ضغطت كويس هجيب الكريمة بتاعتي هقلبها كده بالمضرب تقليبة بس ممكن تكون كالكاعة لما قعدت او حاجة فاتأكد انها كريمية هفردها بقى في الصانية بصوا هي بتتفرد طبعا ايه بسهولة جدا بعد ما فردتها هجيب النص التاني اللي فاضل من الكنافة هرشها بقى بحطها بالرش عشان انا مش هقدر اضغط فيها فانا عايزها تبقى كلها متساوية بعد ما تساوت كلها حاول كده ايه يعني اعمل الملمس بتاعها بحاجة بسيطة من غير ما اضغط معلقة كبيرة من السمنة احنا اتفقنا هنرشها على الوش عشان السمنة دي هي اللي هتدي اللون الحلو الدهبي مشغل الفرن على 175 الرف الاوسط اول ما لقى الجنب بتاعتها احمرت هشغل ممكن الشوية لغاية ما للفوق يقود لون او حاجة تانية لو زي في مروحة يبقى مش هتحتاجه تعمله ده وهي هتاخد اللون ده زي ما انت شايفين فيه بقى خطوة اختيارية هنعملها انا كده ممكن اسقي بالسيروم بس انا بعمل حاجة تانية بجيب صانية كبيرة احط فيها الكنافة بتاعتي ودخلها تحت الشوية دي اتين تاخد اللون الدهبي ده والطروف كمان تاخد اللون الحلو اللي انت شايفينه بعد كده هتدي اسقي بالسيروم السيروم بتاعي بقى بارد والكنافة سخنة هسقي بالشكل اللي انتو شايفينه بلاش ندق عشان نوزع السيروم حلو قوي على الكنافة بصوا انا تلاقوني فيه حاجات كده تفاصيل صغيرة بقولها بس بتفرق قوي في الطعم في الاخر هنقطع بقى مش قادر اقول لكم يعني هي كده حاجة ميكس خطير ان انتو بتقطعوها فحاسين ان هي كريسبي شوية بس هي اصلا دايبة من جوة من الكريمة التروف فيها كده شوية تقرمشة بسيطة يعني طبعا اللي ما بيحبش ده مش هيقلبها ولا هيدخلها تحت الشوية زي ما نعملتها وهيكتفي انو هيسقيها بالسيروم اول ما تطلع بس كده صدقوني في حتة تانية طبعا انا حطيت السيروم وقطعت على طول لان الكنافة تتاكل سخنة يا جماعة والله احنا بنظلمها بمنسبها تبرد جربوا تاكلوها سخنة كده هتلاقوا نفسكم يعني هتاخدكم في حتة تانية يعني بسوا اللون اللي يجنن الكنافة بقى مع الكريمة مش مفصولة مسكة في بعضها مع اني مش حتى جلنا موزاريلا بس هي الكريمة كده سايحة فيها حاجة كده شعور يعني بالسعادة فضيع بجد اتمنى ان انتو تجربوها وتقولولي رأيكو بس جربوها بنفس الطريقة بنفس المقادير من غير تغيير اي حاجة بسوا جو تاني خالص احنا هنعمل مع بعض وكنافة كتير بانواع كتير ولو انتو عندوكو اي طريقة عايزيننا نعملها مع بعض ابعثوا قولولي وانا هعملها معاكم ويعني بسوا التروف بسوا يا جماعة الطرف ده يعني بجد حاجة تانية خالص يعني صدقوني انا يعني مش قادرة اقولكم كنت مبسوطة قد ايه وانا بقولها فعلا خطيرة هستنى تعليقاتكم وهستنىكم في فيديو قريب وكل سنة وانتو طيبين ويا رب رمضان خير وسعيدة علينا جميعا ان شاء الله اشتركوا في القناة